النادي الاهلي في حالة كده من الغليان وبينكو سين كده اليأس عند بعض من جمهين النادي الاهلي او كسين من جمهين النادي الاهلي انا بصراحة مش فهمها انا مش عارفها انا فهموا ان جمهين النادي الاهلي دايما تقولك ايه انا في الحلوة والمرة معاه في الحلوة معاه وفي المرة معاه طيب هي المرة دي بقت مرة قوي ولا مرة شوية لا مرة شوية مش قوي ليه؟ إنه لقى لسه بينافس على الدوري فكرة الإحباط اللي عند الجميع ده ماينفعش يبقى موجوده وإنت لسه بتنافس على الدوري بس لو أنت بتشتغل أنا بأتكلم عن نادي الأهلي وهو بيشتغل لازم يشوف المشاكل اللي عنده وإيه اللي خلت الفريق يهبط مستوى بالشكل ده خليه يخسر دوري أبطال أفراكا في المباراة النهاية ويخسر نهاية كأس مصر وشوية حصوله تقل في الدورة وإن كانت قائمة زي ما أنا قلت إيه المشكلة؟ إيه الأزمة؟ أنا رأيي إنه جمهيل وإعلام وإدارة وكلنا نساعد ونشوف إيه المشاكل ونقول والله دي وجهة نظرنا هي دي المشكلة هي دي الغلط على فاكرة زي ما بنقول على الإسماعيلي وبنقول على الزمالك ونقول على إيه نادي في مصر إحنا دورنا أو شغلنا إن إحنا نقعد ندور هي الأزمة فين ونحله مش الهدف إنه هنقول إلحق الأهلي فيه أزمة إلحق الزمالك فيه أزمة عشان الناس تقول لك إيه وانت جاي دلوقتي تتكلمني على أزمات الزمالك الأهلي مكلمش على أزمات الزمالك كنا لسه بنتكلمة إن الزمالك مثلا عنده مشكلة في القيد وعنده قبل ما ييجي بريرة كنا بنقول إنه فيه كوارث في الأداء الفني للزمالك مع كارتيرون وخلافه ونقول كان تحسينه إيه وقت ما كان كارتيرون موجود في رأيي مع زمالي فكرنا هي المشكلة في قائمة النادي الأهلي إيه قائمة النادي الأهلي المفروض مليانة لعيبة الأهلي مثلا ما كانش عنده فترات قد متوقفة مثلا والأهلي كان بيعمل صفقات طيب ليه فيه فراغ في القائمة ليه اللاعب البديل ما يبقى زي اللاعب الأساسي النهاردة بالمراس بحمن عبدالقادر أصيب ومش يكمل الموسم مع النادي الأهلي زي اللاعبين مش يكمل الموسم مع عمر السلية وحسين الشحات ومحمد شريف بس حط ديه على جنب عشان عنده تماظق في العضلة الخلفية ودي أزمة من الأزمات الإصابات الكتيرة للأهلي بس حطيه برضو على جنب لحد ما كلمك في الموضوع اللي أنا عايز أكلمك فيه مين أكتر لعبين ممكن نقول عليهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي مين بسرعة كده فكر معايا في لحظة عمر السلية حمدي فتحي أليو ديانج علي معلول محمد مجدي أفشا محمد الشناوي حدي تاني لا طيب ليه هم دول الأعمدة الأساسية ومجربة السلطة الباية ما أنت ممكن تقول لي أنا بحب فلان في الأهلي وبحب اللعب الفلاني واللعب دا كويس أما أكلمك على اللاعبين اللي في السنوات الأخيرة أثروا في النادي الأهلي في تشكيلة النادي الأهلي لما واحد فيهم كان بيغيب كان بيبقى فيه مشكلة لما موجودين بيبقى فيه تأثير إيابي سيبك من الحالة الفنية لمعظم اللاعبين في الفترة الأخيرة في آخر المباريات أكلمك على مدار المواسم المضية مين اللي كانوا مؤثرين وعندهم شبه حسابات في المستوى هم الست اللاعبين اللي أنا قلتهم مرة أخرى عمر السلية حمدي فاتحي أليو ديانج علي معلول محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي هتقولي بقى من الأول كده الحكاية الأهلي تعاقد في يناير 2016 مع عمر السلية ركز معايا يناير 2016 عمر السلية صيف 2016 محمد الشناوي صيف 2016 علي معلول دولة التلاتة اللي شغالين دلوقتي وهم الأساس في تشكيلة الأهلي في يناير 2019 حمدي فاتحي في صيف 2019 محمد مجدي أفشة في صيف 2019 أليو ديانج تمام؟ ده معنى إيه؟ ده معنى إيه؟ أنه يناير 2020 صيف 2020 يناير 2021 صيف 2021 يناير 2022 خمس فترات انتقالات عدت على النادي الأهلي دون صفقة مؤثرة في تشكيلة الفريق تاني خمس فترات انتقال مروا على النادي الأهلي دون لاعب في التشكيلة الأساسية تقدر تقول ده شايل الأهلي خمس فترات انتقال هنا على طول وانت مغمض؟ لا في مشكلة في الأهلي فيما يخص الصفقات الجديدة في مشكلة في الأهلي فيما يخص الصفقات الجديدة حدا يقول لي ما بدري بانون كان كويس طبعا كان كويس لعب قديه بدري بانون لعب قديه مع الأهلي استفاد منه الأهلي قديه وكمان بيعه يعني حتى مش مكمل أنا بقول مثلا الجيب بالي للوقت إنه اسمه محترم بس ما أقول الأهلي ملحقش يستفيد منه الباقي كله الأهلي ما استفادش منه استفادة كاملة وكبيرة كان لعب مؤسر في تشكيلة النادي الأهلي هم الست لعبين دول اللي آخر واحد فيهم اتجاب في صفق 2019 عشان كده لما بتقول الأهلي البطل سنتين وارة بعد في دورة أبطال أفريقيا آه بطل حقيقي بس بلاعبين ما حصل لهمش أبجريد التشكيلة أو القائمة ما حصل لاش أبجريد تحديث وتعديل ما حصلش ما فيش فرقة بتفضل بطل طول الوقت دون تحديث طول الوقت انت لما حدست واضح إنه التحديث كان غير موفق عشان كده هقول لكم النهاردة شوية أسماء الأهلي بيفكر يجيبها الفترة اللي جاية مثلا محمد صبحي أو محمود جاد في حراسة المرمى عشان يدعم حراسة المرمى أحمد عاطف وشدي حسين لخط الهجوم أنا بقول لك اللعبين المحنين عشان الأهلي كمان بيشتغل على اللعبين أجانب محمد حمدي وعمر السيسي مصطفى الزناري وهشام صلاح ومصطفى الشلبي دي أسماء محلية الأهلي بيفكر فيها حلوين هيلين كل أسماء نقولتها دي عاملة شغلة في الدول المصري بس لازم الأهلي وهو بيختار يكون متأكد وعارف إنه اللعب ده لما هيجي الأهلي هيبقى بنفس التميز عشان هي قصة مش إنك بتلم المميزين بس إنت بتشوف احتياجاتك وبتشوف اللاعب ده لما تبص على الهيستري بتاعه أو كده تاريخه هيصلح للأهلي أو لا يدل يشيل مسئولية أو لا عنده صفات شخصية عنده صفات بدنية عنده تفاصيل كتيرة مش مجرد أسماء مش مجرد أسماء وفي المقابل وإنت بقى بتمشي اللعيبة تبقى عارف إنه اللاعب ده ممكن يمشي عشان ما تدنيش زي الستة اللي أنا قلتهم من شوية ممكن إيه المشكلة حتى أنا هقول لكم شوية أسماء من توصيات لجنة تخطيط بالنادي الأهلي توصيات من لجنة تخطيط بالنادي الأهلي إنه هم ممكن يمشوا دي كوليس خاصة الرقم عشرة أقول لكم حالاً دلوقتي حالاً عشان تشوفوها معنا الأسماء اللي بيفكر النادي الأهلي برئاسة كابتن محسن صالح إنه هم ممكن يمشوا لجنة تخطيط بالنادي الأهلي برئاسة كابتن محسن صالح خلال الفتر الأخيرة اقترحت التعاقد مع 6 لعبين جدد لتدعيم الفريق وفي نفس الوقت اقترحت رحيل 10 لعبين ضفعة واحدة عن السواء إعارة أو بيع النهائي أو عدم تجديد العقود وأنا أترككم الأسماء المقترحة يمكن لانضمام للأهلي هلأخذ دلوقتي الأسماء اللي ممكن تمشي من النادي الأهلي أول الأسماء اللي ممكن تمشي من النادي الأهلي هو علي رطفي حارس الفريق من الأسماء التي اقترحت لجنة تقديد إعارتها أو حتى رحيله نهائي لسببين الأول أنه شخصيا متمسك بالخروج إعارة بحثا عن فرصة المشاركة أساسيا وسانيا ترى اللجنة أنه حال ضم محمد صبح حارس فاركو أو محمود جاد حارس إمبي لن يكون هناك حاجة لتواجد لطفي تجنبا لوجود عدد كبير من الحرس الاسم الثاني اللي وارد رحيله هو محمود متولي مدافع الفريق ترى لجنة تقديد أن الأفضل رحيله خصوصا وأنه غير قادر على استعادة مستوى من وجهة نظرها بسبب كسرة الإصابات التي اتعرض لها مع الفريق واقترحت اللجنة يدخاله ضمن أي صفقة تبدلية يرغب النادي في عقدها الاسم الثالث هو محمود وحيد صغير أيسر الفريق ترى اللجنة أنه لم يستغل الفرصة التي حصل عليها وكان من المفترض أن يظهر أو يظهر نفسه بشكل أفضل خصوصا بعد تراجع مستوى عالي معلول إلا أنه لم ينجح في إثبات نفسه وترحب اللجنة بقعارته أو بيعه بشكل نهائي الاسم الرابع ويمكن واحد من المفاجآت يعني محمد هاني أزيل أيمن للفريق يعد من أبرز المفاجآت في توصيات لجنة التخطيط حيث طلبت رحيله بسبب تراجع مستوى في الفترة الأخيرة إلا أن هناك بعض الأصوات داخل اللجنة التي تطالب باستمراره لكن الأغلبية تؤيد فكرة رحيله عن الفريق في الانتقالات الصيفية قصر قصر جدا في حق نفسه محمد هاني بصراحة خمسا بيرسيتاو اللعب الجنوب أفريقيا الذي تعاجد بعض بيتسو موسيماني أوسط اللجنة برحيله نهاي وبيعه لأعلى عرض يصل إلى النادي خصوصا وأن اللجنة تؤمن بأنه لن يحدث أي فارق مع الفريق إذا استمر في الموسم المجبل لذلك كانت هناك دعوة صريحة بالتخلص منه في أقرب وقت طبعا الموزنبيكي لويس ميكي سوني اللجنة بالآخر بفريق الآلي أوسط لجنة التقديم برحيله لكنها طلبت أن يشارك فيه بعض المباريات من أجل تسويقه حتى لا يخسر فيه النادي كثيرا ويحصل على عرض مقابل بمقابل مناسب يمكن بيعو به سبعا حسين الشحات يعد هو المفاجأة الأكبر في توصيات لجنة التقديم بالآله حيث أن هناك أصوات تطالب ببيعه لأعلى عرض يصل إليه خصوصا وأنه تلقى عروضا من أندية سعودية بجانب أندية أخرى كما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولا يوجد أينية للتجديد له وقد ينتظر النادي لتعافيه من إصابته الحالية ثم إعارته أو بيعه رامي ربيعة مدافع لآله بعدما كان هناك اتجاه لتجديد عقده لفترة أخرى بدأت تتعالى الأصوات داخل لجنة التقديم بضرورة رحيله خصوصا وأنه يمتلك عرضا قطريا وعقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم وأصبح هناك عدم رغبة في تجديده أليو دانج لعب الوسط المالي أوسط لجنة التقديم بالموافقة على رحيله حال طلق عرضا مغران في المركات والصيفي خصوصا بعد راجع مستوى بشكل ملحوظ مؤخر وإن كان تحسن نسبيا في آخر مباراتين وبدأ القلق يساور اللجنة حول تراجع سعره إذا ما صبر عليه النادي أكثر من ذلك هو الألي عايز يستفيد منه ملين ليس تقديدا من أليو دانج حتى لو هبط مستوى لكن لعب كبير أو مائز بس ممكن الآلي تسوقين يستفيد منه عشر في اللعب العاشر هو محمود عبد المنعم كهرباء الذي انتهت عرضه بالدوري التركي هناك قرار في لجنة التقديم ببيعه نهائي خصوصا بعد أزمته الأخيرة وتغريمه مليوني دولار في قضيته مع نادي الزمالك حيث تفضل لجنة إبعاد النادي عن هذه الأجواء والأحداث تاني بالمناسبة لما منعد لحضرتك الأسماء المقترحة من لجنة التقديم إنها تمشي ده مش معناها إنه الأهل يواخد قرار إنه هو هيمشي اللعبة دي لا هو بس لما رجل تخطيب تحط تقول مثلا لو حسين الشحات جاله عرض نبيعه لو أهل يدينج جاله عرض مغري نبيعه بس فيه لعيبة ممكن تفضل لو ما جالهاش عروض كبيرة هتفضل في الأهل بس الأهل فتح المجال يعني فيه لعيبة الأهل مش هيبعها مثلا هيقولك لا أنا أفشا مش هيبعه أنا مثلا محمد الشناوي مش هيحترف مثلا يعني يعني دي من الحمد فتح وعمل سؤالة مش قدر أسيبهم دلوقتي مثلا ده البن مقفول بالنسبة له بقيين الأهل يسمع ممكن يسمع عروض فيه لعبيد تانية ممكن لأهل بكل حولها هيستغنى عنه والله يجال له عرض كويس مجالهاش عرض كويس يا واحد زي محمود وحيد كده كده الأهل مش هيكمل معاه علي لطفي غالبا عشان هو رغبة الحارس نفسه أنه ياخد فرصة تاني دي نقطة